اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المدينة ديالكم اذا مزيدا من الحيطة والحضر اثناء السياقة متابعة كرام فاردوا بلكم مدى الامطار يعني كما كتلاحفو كامي ان الطريقة تكون مزيدة بعد مدة من تستقط امطار فكيوقع القليصاج فمزيدا من الحيطة والحضر اثناء السياقة ملك المداني تحية ليك طريق محمد ريدع تحيتي لك اخي من جديدة تحية ليك تحية الخوية كريمة وسعيد انا اخي سعيدنا كلامك صحيح اخي نعم فممطارك تلعب دور قوي كشير بزاف الفلاحة ديالنا ولكن فاردوا باركم السائقين واخذوا الحيطة الكاملة اثناء السياقة اذا هذه الاجواء دمنيج مسليمان ليلا كيفما كنتشاهدوا معنا فهذا البد المباشر اذا اجواء جميلة اجواء رائعة انتم كيف ترجعوا عندكم في مدينة ديالكم عمر اخوه السلام عبد جليل سلام اذا تحية لكم تحية لكل متابعينا الكرام تحية لكل متابعي قناة شوفتيني اذا اجواء ليلية اكثر من رائعة بشوارع المدينة الخضراء مدينة بن سليمان مزيدا من الحيطة والحضر كيفما كنتشاهدوا معنا فهذا البد المباشر كنتمنى انكم تكونوا كامان يبقى بخير بصحة جيدة عزيز سلام تحية تحية لك اخي عزيز كيف دلجو عندكم عزيز في مدينتكم مامس السلام اسفي تحية لكم تحية كل الناس اسفي اخويا كيف دلجو عندكم في اسفي وانا كل واحد يعطينا الجو ديالهم في المدينة ديالهم متابعينا الكرام اخويا كيفما كنتشاهدوا معنا في الشوارع المدينة في هذه اللحظات متابعينا الكرام شوارع المدينة شوارع المدينة من الشارع الرئيسي للمدينة الخضراء اسفيكين الشاق نعم اخويا استحية لك اميمة نزار السلام كيف دلجو عندكم اميمة في مدينتكم ملك المدينة الحمد لله راقي السلام عليكم السلام اخويا راقي فمزيدا من الحيطة والحضر متابعينا الكرام فامطار قوية كنتعرفها بلادنا يعني حضيهم من القلساج متابعينا الكرام اطنسون من القلساج يعني لم تكن تكن سوى تكون التريق بعد مدة وتمتلك فيها الزيف متابعينا الكرام و الآن يعني بعد الامطار الأخيرة كنتبتلك نزيدها كثيرا يعني كنتبتلك في القلساج تتمنى انكم تجعلوا مسافة الامان تتمنى انكم تجعلوا مسافة الامان متابعينا الكرام حسان تحياليك تحية لك السلام عليكم السلام أخي يوسف إذن كيفما كنت جاهدوا معنا في هذا البد المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان سعيد فين جات بن سليمان أخويا بن سليمان جات بين الداربيضاء والرباط هي مدينة صغيرة كتابة السكانية هي كبيرة هي محادية لمدينة محمدية يعني غرباً وشرقاً شمالاً مدينة موزنقة فهي كتابة السكانية كبيرة كذلك فهي منطقة غابوية أكثر ما هي فالغابة تمثل 60% من مدينة بن سليمان كذلك عندها 16 جماعة قروية تابعة لها لجماعة قروية تابعة لإقليم أعمالة بن سليمان فبن سليمان هي مدينة خضراء ممتاز بحجو ميكرو كليمة وهو زوين أمساف يعني ملقب بالمدينة الخضراء حيث لا يوجد المصاريع ولا يوجد أزينات لك أثر على الهواء أو لوت الجو لهذا له قيبة بالمدينة الخضراء محمد الكيسي سعليكم السلام مرحمة أخويا محمد فين جات بن سليمان أخويا سعيد راقنا فين جات بن سليمان داربيدة والرباط 50 كم على كاسة 50 كم على الرباط إذا أجواء جدا جميلة بمدينة بن سليمان ليلا شوارع المدينة شبخالية من السكينة في هذه اللحظات مدينة زوينة سبراك الله مرحبا سكريا غاديا راقنا الله أخويا بن سليمان سعيد شكرا أخويا على التوضيح مرحبا أخويا العزيز أيها سؤال مرحبا إذا هذه مدينة بن سليمان ليلة كم يشاهدون هي مدينة جميلة مدينة مقية صراحة لأن كنت جاسب واحد لجو ميكروكليما ومن أحسن أجواء في المغرب عبدو أخويا الحمد لله الله يحفظك إذا متابينة كرامة مساء النور مساء الخير مساء الورد مساء يسمين حسين بن ملال فالبرد نعم أخويا بن ملال البرد نعم هنا كل متابع الكرام بمعنى فهد البت المباشر يعطينا كل واحد المدينة دياله والجو فيها كيف دير المدينة بن سليمان يعني الجو فاللحظة هو جو بارد وماكين الشم انتوا ما كيف دير الجو علكم فمدينة ديالكم مدينة بن سليمان أجواء ليلة جميلة جميلة تنجة تنجة فيها الشتاء نعم أخويا نعم أخويا فيها الشتاء فاس فيها البرد وشتاء نعم أخويا يعني تقريبا كل مناطق مغرم الحبيب كتعرف تساقط الأمطار نعم كنت منهم لأنهم يعطينا كل مدينة وكذلك الجو عندهم في المدينة ديالهم فاس فيها الشتاء وبرد طنجة يعني اسفية فيها البرد كازا فيها البرد لأن الكل يعطينا الرأي دياله وكذلك الجو في المدينة دياله إذن ستاتش جو ممتر نعم بن سليمان خوي زكريا بن سليمان كبدي الجو عندكم ستاتش جو ممتر نعم تحييريك خوي كناس أجواء ممترة جدا والحمد لله تحييريك خوي وتحييريك كل الناس من كناس ملاك المدني كتقول جو بيرد في الدار بيدا نعم جو بيرد إذن من خلال تعاليكم متابعين كرام كنتشوفوا أن جل المدر المغربية كتعرف تساقط الأمطار في هذه اللحظات فاللهما أمطار نافعة لا دارة متابعين كرام نتمنى أن البنية التحتية تكون دل كل مدينة أن تكون صعب هذا الأمطار اللي كتساقط لنا والحمد لله فربي كبير يعني بعدما كل شيء يطلب الله أنه تمنى أن تصبح الشاق الحمد لله كيف ما كان سميه باللغة دينا فأقوله رواة الحمد لله نعم إذن فاس في الشاق نعم خويا فؤا تحية لك ناوحي نادور الشاق والبرد نعم الحمد لله خويا ربي كبير نعم خويا تحية لك وتحية كل متابعين الكرام نعم نعم خويا سبحانه مبدل الأحوال تقريبا كل مدنة المغربية كتار تقض أنطار الحمد لله سلام جراداء جو ممطر تحياتي تحية لك خويا عالي إذن كنتم معنا في بات مباشر ما شاء الله أنا معلم بن بن سليمان قالت لكم نادور عبد العزيز تحية لك خويا عبد العزيز إذن كنتم معنا في بات مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان